الاهلي كمان بيعلن عن القايمة الافريقية لكرة القدم اللي بتضم 22 لعب وعايز اقول لحضراتكو ان الاهلي بيسجل 22 لكنه لغاية يوم 31 يناير يقدر يضيف اي لعب بغرامة 500 دولار عن اللعب الواحد ويستبقي الاماكن اللي فاضية له ممكن بما لا يزد عن 7 اماكن في القيدة التانية اللي يكون في اغسطس او بعد انتهاء كاس العالم علشان الاضافات الجديدة تدخل مع الفريق في الادوار الجاية ان شاء الله في حال استمرار الاهلي باذن الله في البطولة القايمة اللي الاهلي بياخد بها دوري ابطال افريقيا بتضم شريف اكرامي ومحمد الشناوي واحمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي وعلي معلول وصبر الرحيل وسعد الدين سمير وايمن اشرف وحسام عشور وعمر السلية وهشام محمد ووليد سليمان وجونيور اجاييه وميدو جابر واحمد حمدي وعبدالله السعيد وكريم ندفد واسلام محارب ومروان محسن ووليد ازارو واحمد حمودي هذا ويحق الجهاز الفني زي ما قلتلكوا اضافة اي لاعب جديد حتى 31 يناير بغرامة قيمتها 500 دولار عن كل لاعب احمد عدل عب منعم ومحمد نجيب وصالح جمعة ورامي ربيع وعمر بركات واكرم توفيه واحسن السيد وباكة والمعارين عماد متعب واحمد الشيخ ومؤمن زكريا دول اللي بره القائمة حتى الان نسرا هيضيف غالبا هيضيف يعني تلت عناصر على القائمة دي حيستبقي الباقي الخمس مراكز التالية للمراحل دوري المجموعات بكرا ان شاء الله الاهل وطلاع الجيش الاهل بعد العودة بصوا الامور المضغوطة ازاي يعني الاهل يلعب مباراة القمة ويسافر تاني يوم الصبحة على طول على الامارات يلعب مباراة الصوبر يرجع عن بارح علشان يبدأ لاستعداد ده بكرا مباراة التلاع في الدوري كابتن حسام البدري اختار قائمة المباراة لمواجهة الجيش في الاسبوع الثمانتاشر القائمة فيها محمد الشناوي وشريف اكرامي ورمضان مصطفى حراس المرمى الثلاثة وايمن اشرف ومحمد هاني وباسم علي وصبر الرحيل وعلي معلول وعمر السلية وهشام محمد وكريم ندفد وعبدالله السعيد واحمد حمدي وجونيور اجاييه وميدو جابر واسلام محارب ووليد سليمان واحمد حمدي واحمد حمودي وباكماني مالمبي ووليد ازارو ومروان محسن والناشئ محمد عبد المنعم الناشئ محمد عبد المنعم ده بيلعب ستوبر في قلب الدفاع ارجو ان الجهاز الفني يجد ضلاته فيه لانه هيحللنا مشاكل كتير جدا وحيظبط خد بالك من الكلمة دي اداء فطرة الانتقالات هيظبط طبعا ليه بقى؟ لان لو هذا الناشئ مش فطرة الانتقالات دي قد تكون المقبلة لو هذا الناشئ استطاع ان يثبت وجوده حل جزء من المشكلة حل جزء كبير من المشكلة وما خلاش الناس تحت شعور هو الاهلي عايز بإلحاح مدافعين فيبتدي كل واحد قطوته تبقى جمل عايزين نرجع نرجع القطة قطة والجمل جمل انما ان القطة تبقى جمل يبقى فيه خلال بس وهي دي اعتقد الرؤية القادمة للنادي الاحد محدش استدرجك يستغل ان انت عايز لعيب وطبعا ما بدأ وين وين بقى ما تاخدش ما تديش نتعامل وين وين انا افوز وانت اتفوز